عايز عليك عن رأيك في حاجة وبرضه قولي معلوماتك لو عندك فيها معلومات رأيك ايه في تصريحات مرسي الكولر لما قال انه مش راضي عن التعاقدات في الاهلي بصي ما كانتش تصريحات مفاجأة يعني كانت فيه بوادر بقالها فترة وفيه اسئلة بتتسيل في المؤتمرات الصحفية كنت بشعر كده ان كولر هاي في مرحلة واتكلم على موضوع التعاقدات وقبلها بمباراة تسال على موضوع التعاقدات وتقالوا فيه لعيف فلسطيني فتقال الخطة الاستراتيجية اللي بتعامل فيها قطاع الكرة في النادي الاهلي قال بيتعرض علي أسماء برشح ناس بنتفرج على لعيبة وفي الاخر ببدل قراره وفي الاخر بيبقى فيه تعاقد بص عليك على حاجة الاهلي السنة دي بحقق كل حاجة يعني دخل في سبع بطولات حقق خمسة وده رقم اعتقد يعني رقم كبير جدا ده بتكلم برونزي كاس عالم سيمي فاينال سوبر ليج دوري أبطال إفريقيا دوري ومنفس قوي جدا مع بيراميدز فاز على الزمالك في نهاء الكاس قبلها كان فاز على بيراميدز في نهاء الكاس فاز على سوبر على الزمالك وفاز على بيراميدز يعني كولر مع الاهلي في خلال سنتين عمل أرقام قياسية كبيرة جدا ولكن مع ذلك دايما النادي الاهلي عنده خط واحد ايه هو؟ وانا بكسب كل البطولات لازم أعمل روتيشن في القيمة لازم أعمل صفقات ده عمل لوت كبير جدا على الجمهور وعلى الجهاز الفني وعلى الإدارة أقدر أقول أنا مش متفق مع كولر أن يتكلم في الحاجات دي في مؤتمر صحفي يعني فيه سيستم عمل داخل النادي الاهلي نتفق نختلف عليه بس الاهلي بينجح بالسيستم ده جهاز فني عنده مشكلة في التعاقدات بيتكلم دائما في الغرف المغلقة تتحل في الغرف المغلقة حتى لو أنت عايز تاخد قرار في نهاية الموسم لو أنت شايف أن الأمور أو طموحاتك أنت كمدرب شايفها أعلى من النادي ومش هتتحقق خد قرارك في نهاية سواء اتفقنا أو اختلفنا على ما قاله مارس الكولر هل مارس الكولر كان عنده حق فيه مشكلة ما في التعاقدات في النادي الاهلي ولا أنت أصلا مش شاف أنه فيه مشكلة بردو دلوقتي لسه بدر على كسة المشكلة أولا أنت لسه بتختم الموسم والموسم لسه مخلص واللعابة اللي أنت عايز تجيبها بتتكلم في 3 أو 4 مراكز أنت مش بديك قايمة كاملة أنت بتتكلم في 3 أو 4 مراكز بتتكلم مثلا في مركز الباكليفت عشان موضوع علي معلوله الإصابة اللي جات له بتتكلم في مركز مثلا رأس حربة تاني مع أسام أبو عالي وانت عندك هدافت دوري ومدافع وبتتكلم في مركز المدافع عشان مسألت وانت جبت مدافع أوريدي كده كده من الفريد دحيل القطري فأنت بتتكلم في مركز 3 أو 4 مش بتتكلم مثلا ظروف الزمالك عايز يعمل تيم كامل ومع ذلك أنا شايف مثلا أن الدنيا هاجة في الزمالك حاش بيكلم في الصفقات في الزمالك يعني رغم أن الزمالك هو أشد الاحتياجة للصفقات ولكن فكرة الكلام الكتير في موضوع الصفقات بيعمل ضغط كبير سواء على الجهاز الفني بقيادة كولر أو حتى على الإدارة أنا مش من أنصار أن كولر يكلم في المؤتمر الصحي نفهم عظيم وأكيد كان الأفضل أن يفضل يعرض وجهة النظر دي في الغرف المغلقة لغاية لما يشوف الوضع النهائي وقت ما يحصل يشوف الوضع النهائي حقق الطموحات أو الإدارة حققته الطموحات اللي هو عايزها أوكي هيكمل ويشوف الخطة اللي هيشتغل به شايف أن ما فيش طموحات أو شايف أن الخطة اللي جاي ممكن ما تحققش نفسها اللي تحقق قبل كده يبقى ساعتها فيه حاجة معلنة يقولها للجمهور أو يقولها للإدارة لكن في التوقيت ده أنا شايف مشاكل بدون أي لازمة